اشهد عنا لا إلا القاد الدكتور أمجد القاضي حميد كليات الإعلام في جامعة اليرموك أسعد الله مساءك دكتور يا مساء الخيراتي أهلا فيك القضية الفلسطينية والهم الشاغل الآن المجزرة التي وجرائم الحرب الموجودة على أرض غزة لكن على المشهد الآخر دكتور أمجد نرى هذا التضامن العربي على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي الهدف واحد والألم واحد والوجع واحد كيف ترى المشهد فيما يتعلق بالمواقف العربية وأريد أيضا أن نركز على موقف الأردن دولة وعلى المستوى أيضا الشعبي أولا المساء الخير وتحياتنا لأهل الصامدين في غزة وفي كافة ربوع فلسطين الحبيبة وأعتقد أنه يعني ما يدري في فلسطين يشكل بطولات يعني تفوق الخيال صحي بالجانب الآخر يعني العدوان الهمجي الإسرائيلي عدوان غير مسبوك ومع أنه يعني التاريخ الإسرائيلي حافل بمثل هذه المجازر البشعة على مدى تاريخه منذ أن جاء وافدا غريبا على أرضنا المحتلة في فلسطين العربية الأبية هذه واحدة المسألة الثانية فيما تعلق بالمشهد العربي سواء كان بالأردن أو خارج الأردن نراحظ يعني أنه منذ اليوم الأول نحن في المملكة الأردنية الهاشمية الشعب الأردني يعني اندفع بشكل كبير جدا ومسيرات أنا أعتقد أنها مليونية غير مسبوقة على الإطلاق وعندما نتحدث أنها غير مسبوقة على الإطلاق لأنه فلسطين والأقصى وغزة غزة العزة تسكن في ضمير ووجدان كل أردني فلسطين هي الاستثناء نعم فلسطين بالنسبة لنا يعني القضية المركزية التي يعني لا نخول عنها أبدا سواء قيادة أو شعبا أو حكومة وهي الجامعة المشترك للجميع الذي لا نختلف عليه على الإطلاق وعلى ذلك أنا أعتقد أن المشهد التضامن الأردني مشهد مشرف ويعطي يعني دفع وروح معنوية عالية يعني ربما لقواننا الأبطال المجاهدين في غزة وفي فلسطين ونتمنى أن تستمر هذه الوقفات وأعتقد الأردنيين مستعدين يعني مثل ما كنا نتحدث قبل شوية قبل الهوى أنه الكل يعني يندفع بحماس ويقدم الغالي والنفيس في سبيل يعني أن نرى إخواننا صامدين إن شاء الله في الطريق إلى التحرير هذا المشهد التضامن الأردني يعني يتفاعل يوما بعد يوم لكن من الأشياء الجميلة والأشياء الجيدة أنه بدأ يأخذ أمور تنظيمية وعندما نتحدث عن الأمور التنظيمية يعني إن شاء الله والتلفزيون الأردني غدا إن شاء الله عنده برنامج تلثون لجمع التبرعات وأيضا الدعم سواء كان فيما تعلق بالدعم المعنوي الدعم المادي الدعم في مجال الصحة والغذاء ومع أنه يوجد مستشفى أردني في غزة لكن يحتاج إلى المزيد من رفضه بالمستلزمات الطبية التي تمنعها إسرائيل إسرائيل ومن وراءها يعني الدول الاستعمارية حلفاءها الأسف يعني الذين يدعون الإنسانية ويحاولون أن يطبقوا القانون الدولي إلا على فلسطين والقضايا العربية وعلى ذلك أنا أعتقد أن هذه البلورات التي بدأت تنتج عن هذه المواقف التضامنية التي إذا ما أحسن نتنظيمها إن شاء الله ستؤتي ثمارها وهي جزء من عملية الضغط على الرأي العام الدولي وليس الرأي العام العربي حتى نستطيع أن نؤثر من خلال شعوب هذه الدول على قياداتهم المنحازة بشكل يعني صعب أرصف بكلمات فيما يتعلق بالمشهد العربي يعني في العالم العربي المشهد متفاوت وهذه حقيقة مؤسفة بعض الدول يعني أنا أجد أنه شعوبها لأنه هيك تاريخيا يعني العروبة تسكنهم والقضية الفلسطينية قاربين منها يعني نجد أنه فيه تضامن شعبي معقول نتمنى أنه هذه الدول لا تضغط على شعوبها حتى يعني يصبح هذا التضامن يعني أكثر بكثير إن شاء الله أنا يعني أعتقد أنه يجب يجب أنه هذه القيادات تعيد التفكير في عملية إطلاق الحرية لهذه الشعوب حتى تعبر عن نفسها نحو قضية هذه القضية بالذات وإلا يعني أكلت يوم أكل الثورة الأبيض يعني ما يحدث بغزة إذا ما كان فيه عندنا وقفات تضامنية هذا العدو وعدو شرس قد يستأسد معنهم جبناء لكن إذا هيئنال الظروف يعني ينتقل إلى مناطق أخرى لذلك يجب أن يكون فيه عندنا وقفات تضامنية عربية ونتمنى أنه هذه الوقفات التضامنية يعني تكون وقفات واعية وأتمنى على يعني المؤسسات الإعلامية العربية أن يقول لها دور واضح ودور محترم فيما يتعلق بالضغط على بعض النشاز الذين يحاولوا أن يتكلموا باسم بلدانهم وبلدانهم أحيانا منها براء فيما يتعلق أحيانا للأسف الشديد بعملية تطهار الاقتناع بالموقف اليهودي أو إلى الآخره الآن الأوان يعني يكون إنه مواقف سياسية يكون إنه مواقف شعبية واضحة لكن المشهد العربي بشكل عام نوعا ما مقبول بعض البلدان العربية موقف شعوبها مشرف نتمنى أن تنتقل هذه المسألة لبلدان التي لا تزال يعني تراقب عن بعد الآن كيف تصف المشهد إلى هذه اللحظة من كيف أدى الإعلام الأردني رسالته فيما يتعلق برد هذا الخطاب الإسرائيلي والغربي مقابله إحنا عندنا كإعلام رسمي في رد مقابل إلوت إعلامية اليهودية الصهيونية ومن خلفها يعني وسائل الإعلام الغربية التي كانت دائما تدعي المهنية والحيادية تقف مواقف سلبية ويعني تقوم بحرب نفسية شرسة ومضللة ويحاولون أنهم يوجدوا هيمنة إعلامية حتى على فكر ووجدان الإنسان العربي بالمقابل يعني وسائل الإعلام العربية المفروض تلعب دور يعني توعوي وضمن هذا الدور توعوي يكون دور تنويري يأخذ الأمور بعقلانية وأيضا طالما إحنا بظروف حرب يعني لا نبعد الجانب العاطفي نهائيا مخاطب التلعقل والعاطفي وسائل الإعلام الأردنية حتى السوشيال ميديا وهذه أنا يمكن حكيتها قبل ستة شهر على التلفزيون الأردني دائما عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية نجد كل وسائل الإعلام الأردنية متكاتفة وكاد تكون رسالتها واحدة لسبب معين أنه إحنا بالأردن يعني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالنسبة لنا قيادة وشعبا وعلى ضوء ذلك وسائل الإعلام يعني تعكس هذا الوجدان الوجدان الذي يهيمن على كل أردني من خلال برامجها لأنه يعني جمهورك يكون معك أو ينصرف عنك مضبوط ولأنه إحنا أصحاب رسالة هذه الرسالة يعني تنعكس على برامجنا سواء كانت بالظروف العادية كما تعلم يعني إذا تعمل تحليل مضمون على الأقل عندنا برامج ثابتة أسبوعية ويومية بالتلفزيون الأردني عين على القدس والإلى آخره وهي ثابتة وتقطيات الإخبارية أنا أعتقد الآن في عندنا تقطيات محترمة ومشرفة ويتواصلوا مع الجميع بغض النظر عن نوعيتهم طالما إنه داخل الأردن وفي فلسطين يعني حتى بكل البرامج يكون في عندنا اتصالات حتى يعني لا نصدق الرواية الإسرائيلية يعني حتى كنا يوم أمس في حديث يعني كزملائك إعلاميين فكنا نفكر إنه أكتبوا لهم بلغتهم يعني خلينا نعمل كلياتنا فيديوهات نركب مواد نستخدم مواد إعلامية وأن نكتب بلغة من يقف بجنب هذه المجزرة الموجودة وخلف إسرائيل علي كلها أنا يمكن ما بقي معي وقت عفوا نكتب بلغتهم بالطريقة اللي يفهموا فيها والتي تكون مناسبة لهم وبهذا المجال دائما نتحدث عن الإسلوبية يعني إسلوبنا إذا ما توافق مع خلفياتهم ومع طريقتهم وطريقتهم وتعطيهم مع وسائل الإعلام إلى آخره لا فائدة منه نحن نحاول دائما أن نترك بصمة وبصمة واضحة ومؤثرة إذا لم تترك أثرا فهذا يعني أنه فيه فشل حتى لا نكون فاشلين لا سمح الله يعني ضروري جدا باللغة والإسلوب اللي يفهموا نعم دكتور أمجد القاضي يعني إحنا كنا نتحدث قبل أن أنهي هذا الحوار وكنا نتحدث عن موقف الإعلام وكنا نتحدث قبل دخولنا لتسجيل هذه الفقرة بأنه حتى داخل التلفزيون الأردني طواقم التلفزيون الأردني بحكي لك دكتور أمجد بأنه من بداية انطلاق هذه المجزرة وإلى هذه اللحظة ليل ونهار جميع الطواقم تريد أن تعمل بحب هي بتعرض نفسها أنه أنا بدي أشتغل وأنا بدي أعمل ما في أي نوع من التدمر من التعب بالعكس بروح وطنية قومية مشاعرنا مع غزة وهذا اندل على شيء إنما يدل على أنه الموقف هذا اللي إحنا موجودين فيه هو انعكاس لموقف الرسمي الأردني وللدولة الأردنية وللنظام نفسه أنا بدي أشكر تواجدك معنا في برنامج بيت لكل الدكتور أمجد القاضي عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك شكرا لحضورك شكرا لك وأعتقد أن هذا الموقف وما يقوم فيه التلفزيون والأردن وسهل الإعلام الأردنية جزء من واجبنا أكيد الذي يعني إحنا بالأردن لا نريد عليه لا من ولا شكرا أكيد موقفنا المؤمنين فيه وإن شاء الله نبقى مستمرين بهذا الموقف إلى النهاية إن شاء الله شكرا لحضورك شكرا لحضورك شكرا لحضورك